نهاردة فيه زيارة تاريخية وزيارة مهمة جداً للوفد الخاص أو المسؤول عن الدوري الأفريقي الممتاز هذا الوفد هيكون مسؤول من إيه تزد على كل التفاصيل المتعلقة بهذه البطولة اللي هتنطلق في الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر معاكم على الشاشة لقطات خاصة وحصرية من استقبال هذا الوفد صباح اليوم في مقر استاد القاهرة الدولي شايفين طبعاً مسؤولين من النادي الآلي المهندسة حنان الزيني مسؤولة إدارة اللوايح والترخيص الأستاذ خالد نصار مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الافريقي دكتور عمرو محب هيكون قائم بعمال بالتأكيد الترجمة والمسؤول عن العلاقات الدولية في النادي الآلي طبعاً دكتور وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة وكمان وفد رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي ومن الشركة الإيطالية والفيفا اللي هيكونوا مسؤولين عن تنظيم هذه البطولة في القرى الافريقية خلال الفترة من عشرين أكتوبر حتى حداشر نوفمبر